اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين صنعت لها بصمة رائدة يحتذا بها وضربت أروع الأمثلة في تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم رعاه الله وأشارت رئيسة مجلس النواب بمناسبة اليوم الدولي للسلام بما تشهده مملكة البحرين من خضوات متقدمة في هذا المجال جسدت المعنى الأصيل للقيم الإنسانية في التعايش والمحبة والوئام بين مختلف الثقافات وتمثل ثمرة للأهداف والمساعي الوطنية المشتركة لصيانة وترسيخ مبادئ السلام مشيدة بما توليه الحكومة المواقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص كبير على توظيف الجهود والإمكانيات للقيام بمبادرات تعزز السلام والتعايش والتسامح وأكدت معاليها حرص المجلس النيابي على تطوير منظومة العمل الجماعي المشترك وتسخير الإمكانيات لمضاعفة المكتسبات والمنجزات الوطنية في هذا الشأن من خلال إقرار وتنفيذ الاتفاقيات والمواثيق العالمية المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدوليين